بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بنتكلم في الجزء دوت على توزيع السترين والسترس في الكاميرات الخرصانية فبنقول لو انا عندي كروس سيكشن دوت في حديد هنا في منطقة الشد وبالحالة ديت يبقى دي منطقة الكمبريشن يبقى فيه تنشن فورس موجودة في الستيل وكمبريشن فورس موجودة فين في الخرصانة بنقول عندي حالتين هل الخرصانة حصل فيها كراكت او ما حصلش فيها كراكت هنا الكمكريت في الحالة الاولانية عن كراكت يبقى ده توزيع السترين عندي اللي هو ده السترين في الخرصانة وده السترين في الستيل والتوزيع اذا ما احنا شايفينه في الحالة ديت بيبقى لينيار السترين بتاع الخراصانة لسه ما وصلش الألتمت علشان كده ما حصلش كراكينج طب في الحالة اللي هي فيها الكراكينج اللي هي اكراكد كونكريت لا بلاقي السترين بتاع الخراصانة وصل الألتمت اللي هو ثلاثة من ألف والسترين في الستيل بقى أكبر من قيمة الابسلون واي طب بالنسبة لتوزيع السترين في حالة الخراصانة يبقى السترس في الخرصانة أقل من والسترس في الستيل أقل من طب الحالة اللي حصل فيها كراكينج السترس في الخرصانة بيساوي والسترس اللي موجود في الستيل بيساوي اللاحظ هنا والكومبريشن فورس زراع العزم اللي بينهم اللي هو جي في دي ده عبارة عن المسافة بين التنشن فورس اللي موجودة في الستيل ومحصلة الكومبريشن فورس اللي موجودة في الخرصانة بنقول عندنا حالتين وإيه هما الحالتين قبل الفيلير بنقول ان التنشن فورس هو عبارة عن الاريا ستيل مضروبة في F-S طيب بعد الفيلير يبقى في الحالة دي التنشن بيساوي الاريا ستيل مضروبة في ال-F-Y وطبعا التنشن فورس والكومبريشن فورس متساويين under equilibrium of section طبعا هنا عندنا بعض الديفينيشنز اللي لازم نعرفها وإحنا بنصمم في الخرصانة بنقول لو أنا عندي cross section الكروس سيكشن دوت الأبعاد بتاعته المسافة دي H هنا في التنشن فورس أو التنشن ستيل وهنا في الكومبريشن ستيل المسافة من السنتر بتاعته التنشن ستيل لقيت سطح الكومبريشن دي هي عبارة عن D المسافة من سنتر الكومبريشن ستيل إلى الكومبريشن سايد دي عبارة عن D- يبقى الارية ستيل هي عبارة عن الارية of steel in التنشن زون area steel dash area of steel in compression zone D لليل effective depth that distance from center of tension reinforcement to the outermost point in compression D dash distance from center of compression reinforcement to the outermost point in compression نكمل مع بعض هنا ازاي بنحسب الجي انا عندي التنشن فورس بتساوي الكومبريشن فورس طب التنشن فورس هي عبارة عن ايه الارية ستيل F و اي الكومبريشن فورس هي عبارة عن 85 من مية F C dash مضروبة في A في البي ويب من معادلة دي اتنقدر نحسب الايه اللي هو الديبس بتاع الكومبريشن زون احنا عندنا الجي دي بتساوي D-A على اتنين تعود بقيمة يطلع عندك الجي بتساوي واحد مينس A على اتنين دي في معظم الحالات ان الجي عندي بتبقى اكبر من او يساوي خمسة على ستة اقل من او يساوي تسعتاشر على عشرين طيب هنا انا عندي المومنت زي ما قلنا ان هو التنشن فورس في المومنت ار او الكومبريشن فورس في المومنت ار اللاحز هنا ان في عندي حاجة اسمها السترنس ريدكشن فاكتور في حالة الفليكشور اللي هي فاي بتساوي تسعة من عشرة ودايما عندي الابلايد مومنت اللي موجود لازم يبقى اقل من او يساوي فاي مضروبة في ام ان اللي هي بتاعة القطاع يبقى بيساوي تسعة من عشرة في التي في الجي في الدي او تسعة من عشرة في الاريا ستيل اف واي في الجي في الدي طب لو عوضنا بالرينج بتاع قيم جي هيطلع عندنا الام يو دايما اكبر من او يساوي خمسة وسبعين من مية اريا ستيل اف واي في الدي اقل من او يساوي خمسة وتمانين من مية في الاريا ستيل في الاف واي في الدي نتكلم على نسبة التسليح وفي الحالة دي بنتكلم على نسبة التسليح في التنشن وفي الكمبريشن في حالة التنشن الرو بتساوي الاريا ستيل مقسومة على الديمنشن بتاعة القطاع اللي هو بي ويب في الدي نسبة التسليح في الكمبريشن اللي هي الرو داش عبارة عن الاريا ستيل داش على بي ويب في الدي عندنا ثلاث حالات بنتكلم عليهم اللي هما الاريا ستيل تبقى اكبر من او يساوي الابلايد مومنت على خمسة وتمانين من مية اف واي في الدي الكلام ده في حالة البوزت في مومنت بالنسبة للدي سكشن الاريا ستيل اكبر من او يساوي ميو على خمسة وتسبعين من مية اف واي في الدي في حالة النيجاتيف مومنت الاريا ستيل اكبر من او يساوي ميو على تمانية من عشرة اف واي في الدي في حالة الانترميديات كيسز بمعنى في حالة الرو اكبر من التلت الرو بالانسد او اقل من تلتين الرو بالانسد والرو بلانسيد هي نسبة التسليح اللي بيحصل عندها انهيار متزامن في الخرصانة وحديد التسليح بمعنى ان الخرصانة بتوصل الالتمت استرين والحديد بيوصل الى الييلد استرين